بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعماقهم أغلالا فهي أهل لذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خرفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرته أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بتالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء لنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب نبيم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لينا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهتني يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسنعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خاملون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الله كانوا به يستهزرون ألم يرك ما اهلكنا قبلهم من القرون أنه إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق نزواجة لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم لن ينسخ منهن نار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللن يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نضرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا لاحين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيله أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أمطعن من لو يشاء الله أقعمه إلا أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على لرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جهلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تذكرون اليوم نختم على أفوانهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر هناك اسم في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغ له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرنا خلقنا لهم مما عملت يدينا أمعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعينون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات ولا عضب قادر على أن يخلق مثله بلا وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر